إلى الواجهة من جديد معضلة القاطع الشرقي في أحرار الشام تستنفر هيئة تحرير الشام قواتها التي أرسلتها مؤخرا إلى مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي تحت ذريعة فزعة العشائر بهدف السيطرة على معبر الحمران الفاصل بين مناطق ميليشيا قسد والجيش الوطني والذي خسرته الهيئة مؤخرا بعد أن منح حالفها السابق أبي حيدر مسكنة المسيطر على المعبر ولاءه للفيلق الثاني الأمر الذي لم يرق للجولاني الذي أوعز لحسن صفان قائد الأحرار بإعفائه من منصبه بفيالقه الثلاثة يستنفر الجيش الوطني لصد أي هجمات محتملة لتحرير الشام على معبر الحمران من خلال رفعه الجاهزية لمقاتليه ورفع سواتر ترابية جديدة على أسوار مدينة عزاز شمالي حلب فيما يظل موقف ما يسمى بالقوة المشتركة المكونة من فصيلي الحمزة وسليمان شاه ضبابيا باهتا حتى هذه اللحظة كونهما أحد أهم حلفاء الهيئة في منطقة ريف حلب مصادر محلية ذكرت أن اجتماعا ضم كل من فهيم عيسى وسيف أبي بكر وأبي عمشة مع الجانب التركي وبحسب المصادر إن تركيا أوعزت للفصائل بالتصدي لأي اعتداء على مناطق الجيش الوطني بكل الوسائل المتاحة وتوعدت بمحاسبة من يتواطأ مع الجولاني كما حصل في المرات السابقة رافق استنفار تحرير الشام تحت راية ما يعرف بأحرار علام تحلق طيران مسير تركيا من طراز بيرقدار في سماء المنطقة بتزامن مع نشر الجيش التركي لدباباته على الطريق الواصل بين عفرين وعزاز واستنفاره في الوقت نفسه في تلسلور الواقع بالقرب من بعبردير بلوت الواصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني والمناطق التي سيطر عليها الجولانية الأمر الذي أرجعه مراقبون لمنع أي إمدادات جديدة للجولاني إلى منطقة درع الفرات عبر منطقة غسن الزيتون مصادر خاصة لأورين تأكدت أن وضع الجيش التركي قواته في حالة الاستعداد المباشر لمنعه أي تقدم محتمل لتحرير الشام أجبر ثلاثة أرتال للهيئة على أن تعود أدراجها وأن تركيا وجهت تحذيرا شديدا لهجة للجولاني من أي تقدم أو تحرك عسكري نحو معبر الحمران مما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى جرأة الهيئة في تصعيد مجددا مع الجيش الوطني وما إذا كانت تركيا فعلا جادة وهل تركيا ستستخدم القوة بالفعل ضد تحرير الشام لمنعها من التقدم إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني محمد هارون أورينت نيوز ريفو حلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر شكرا